موسيقى شاركت في مرجان ملك عبدالعزيز للأبل عادة أنا أنحت وجوه أشخاص أشياء ثانية هذي أول مرة أنحت ناقة في الأساس أنا فنان تشكيلي رسام من الطفولة ما هو بدي موجود عندي النح دخلت فيه بالصدفة صراحة استهواني عجبني لقيت شخص قاعد ينحت ودخلت معه جربت عجبني الموضوع استمرت فيه تعمقت فيه الآن أنا أدرب في مجال البنحة أنا أغلب شغلي أغلب شغلي اللي هو البورتريه بشر لكن كمخلوقات حية سويت خيل قبل بس بحجم صغير أبل أنا أول مرة صراحة هذه أول تجربة لي كا وكتشفت أنه ما شاء الله كائن عجيب جدا مليان مليان تفاصيل من الأقدام للرأس للسنام لكل أجزائها مميز هنا أصلا موروثنا مليان مليان أشياء ممكن تكون نحاتين أو الرسامين أو أي فنان يمكن يستقدمها ويوصل العالمية فيها أنا أرى أن خزامة إن شاء الله ستطابقها هذا بإذن الله لكن ستطابقها مئة في المئة أدقة تفاصيل وكما أن خزامة قيمتها ثلاثين مليون يعني ثلاثمائة ألف نقص كم صفر إن شاء الله اليوم أو بكرة أنا موجود هنا إلى الساعة ثنتين بإذن الله أجتهد أني أخلصها لكن أحاول أطلع بأفضل صور إن شاء الله النحات من قديم الزمن من آلاف السنين وهو موجود طبعا في فرق بين الخزاف والنحات الخزافين هم اللي يصنعون الأواني الخزافية النحات لا زي اللي أنا أقومي هذا يعتبر نحت أولا أشكر كل القائمين على مهرجان ملك عبد العزيز للأبل صراحة تنظيم رائع وشي يعكس موروثنا يعني عالميا اللي قاعد يصير هنا يعكس موروثنا الحقيقي صراحة يعني وشكرا أنكم سمحتولي أشارك سمحتولي أبرز موهبتي أمام الناس وهذا شي يعني تشكرون عليه